السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزيكم يا حبيبي عاملين إيه؟ يارب تكونوا بخير اللي حابب ياخد استشارة كتابية مجانية مع فريق العمل في مجال الروحانيات وتفسير الأحلام وعلوم الطاقة يشوف كل خطوات وشروط الاستشارة في صندوق الوصف أسفل عنوان الفيديو بس ياريت تشوف الخطوات كلها حتى لا يتم تجاهل رسالتك من قبل فريق العمل مع العلم إن فريق العمل مش بيقدم أي إجابات خارج برنامج الانستجرام النهاردة إن شاء الله حنتكلم عن أهم العوامل والأسباب اللي بتؤدي إلى تشوش البصيرة وقفل الهالة وكمان بتخلي الروحانيات تنفر مننا ده لو إحنا يعني حبنا يبقى معانا روحانيات ومش بس كده الهالة بتاعتنا بتكون مليانة ثقوب وطبعا كل الحوارات دي بتؤدي إلى من احنا وبنعرفش نجزب أهدافنا كويس نبقى مثلا بنستخير ربنا في حاجة ما بنعرفش نشوف الحلم كويس أو ما بنعرفش نشوف الرسائل الكونية اللي ربنا بيبعثها لنا كتنبيهات أو تحذيرات كويس في نفس الوقت كمان لما بندعي ربنا بأمنية معينة أو نفسنا في طلب معين من ربنا بنلاقي إن الطلب اتأخر جدا وده بسبب إن الترددات بتاعت الهالة بتاعتنا منخفضة جدا وبسبب إن البصيرة بتاعتنا مش قادرة تلقط السرنديب أو الأدوات اللي ربنا بيسببها لنا عشان خاطر تؤدي إلى الهدف فهي كل حاجة متربطة مع بعض بطريقة معقدة شوية تعالوا نشوف أول حاجة عندنا ودي كنت اتكلمت عنها في حلقة قديمة زمان أول حاجة اللي هي الأدوات المنزلية في المطبخ المصنوعة من الألمونيوم يعني أغلبنا طبعا إذا ما كانش كلنا عندنا حلل ألمونيوم كتير في البيت وأنا شخصين عندي الحلل دي بس أنا بقدر المستطاع بحاول دايما إن أنا أطبخ في اتفال أو الجرانيت ليه الألمونيوم بيعمل مشكلة في الروحانيات وبيسبب تشوش في البصيرة لأنه بيؤدي إلى تكلس الغدة الصنوبرية اللي هي مسؤولة أصلا عن البصيرة ومسؤولة عن اللي هو الهرمون بتاع الميلاتونين اللي هو بيؤدي إلى وضوح الأحلام يعني في عوامل كتير في الألمونيوم بتؤدي إلى تكلس الغدة دي طبعا إحنا لما بنطبخ الأكل في الألمونيوم الأكل كمان بيتفاعل مع الألمونيوم يعني دايما أسمع حتى من أيام جدتي ما تسبيش الطماطم المتسبكة في حل الألمونيوم إن إليها في علب إن إليها في أي حاجة تفال فالحاجات دي معروفة من زمان وبرغم كده للأسف أغلب الناس بتستخدمها ومش عارفين أضرارها على الروحانيات خالص وتقدروا كمان إن أنتوا ترجعوا لحلقة اسمها العين الثالثة لدكتور كريم علي كان متكلم كويس جدا على الألمونيوم وجايب لكم بالتفصيل الألمونيوم ده بيعمل إيه في الغدة الصنابورية نيجي بقى لتاني سبب اللي هي الموبايلات واللابتوبات بس الموبايلات أكتر حاجة إن موجات الواي فاي اللي طالعة منها والفايبريشنز اللي طالعة منها كل ده بيؤدي إلى تشوش البصيرة فحاولوا قدر الإمكان إن أنتوا تقللوا التعامل مع السوشيال ميديا أو تقللوا التعامل مع الفيسبوك والإنستجرام والحاجات دي كلها أو حتى ناس اللي بتشتغل على الإنترنت زي حالتي مثلا حاولوا إن أنتوا تعملوا توازن أو بلانس أنا شخصية من بعد ما انشغلت في السوشيال ميديا وبقى أغلب شغلي على الإنترنت وأنا الروحانية عندي انخفضت جدا عايز أقول لكم قبل ما أشتغل الشغلانة دي وأنا كانت روحانيتي عالية قوي فللأسف الشديد الفيبريشنز اللي بتبقى طالعة من الموبايلات بتأثر جدا على البصيرة بتاعتنا وبتأثر على الهلة بتاعتنا وياريت لما نيجي النام نعمل الموبايل على وضع الطيران عشان نمنع خالص أي فيبريشنز طالعة منه عشان بس إيه الناس اللي حتقول طب إحنا بنستخدمه للمنبه بنبقى عايزين الموبايل جنبنا وإحنا نايمين على فكرة أكبر ضرر إن الموبايل يكون جنبك وانت نايم وزيها برضو حاجة معروفة عالميا عشان كده يا جماعة في ناس كتير بزات من جيلي ومن الجيل اللي قبل مني قبل استخدام الموبايلات كانوا بيقولوا إحنا وإحنا صغيرين وأيام شبابنا كنا بنشوف أحلام كتير قوية جدا كنا بنشوف إشارات ورسائل كونية كتير جدا دلوقتي ما عادش فيه الكلام ده ليه؟ طبيعيا يا جماعة الموبايلات بقيت دخيلة علينا إحنا كلنا بقنا بنستخدمها فبقناش زي زمان بتحديدا الجيل الدهبي بتاعي ده والجيل اللي قبل مني لكن ممكن الأجيال بتاعة دلوقتي أغلبهم عن دمشة روحانية على فكرة أغلبهم وهم عارفين كده تالت علامة معانا ودي برضو إيه المشكلة الكبيرة بقى واللي أغلب الناس مش عارفانها تحديدا البنات اللي هو التخاطر بالإجبار فيه بنات كتير بتتعلم علم الطاقة بقى وما بتصدق إن هي تعمل تخاطر عشان مثلا تجذب حبيب أو فيه كراش عجبها فعايزة تجيبه ليها وهكذا وطبعا بيحصل نفس الكلام على الولاد بس أنا بقول لكم من الأغلبية بيكونوا بنات للأسف فيه شريحة كبيرة جدا من البنات بتبقى عارفة إن الشخص الفلاني اللي هي عايزة تجذبه ليها بعلوم الطاقة والتخاطر إن الشخص ده أصلا ما بيحبهاش وممكن جدا يكون مرتبط وتقعد تديل نفسها مباريرات تقول لك حتى لو هو مرتبط ممكن يستيب اللي معاها أو تقعد تتحجج وتقول لك أصل الدين محل الأربعة وحاجات من دي كتير مع إن هي لو بحثت في الدين كويس وعرفت إن اللي بيبني ساعدته على ساعدة غيره ده بيأثر بشكل سلبي جدا عليها هي شخصين قبل أي حد تاني بس للأسف الناس مش واخدة من الدين إلا العنوين السطحية بس ما حدش عايز يتعمق في الموضوع المهم إنه حتى الأم والأب لما يجوا يتحكموا في ابنهم عشان عايزينهم مصخر ليهم يقول لهم نعم وحاضر على كل طلباتهم وحبوا يسيطروا عليه طاقيا ده برضو بيؤدي إلى تدمير الهالة يعني أنت بتبقى نفكر إن أنت بتعمل عمل طاقي وإن أنت كده بقت قوي وخارق هينجح معاك في الأول وبعد كده شوف الكرمة بقى هتعمل فيك إيه هتلاقي الهالة عندك بقت ملينة ثقوب واتملت طاقة ضبابية ظلمية كمان ومش بس كده بيبقى فيه زي طبقة اسمها طبقة قران على القلب لأن أنت بتحاول تجرد شخص من الإرادة الحرة بتاعته وطبعا ربنا مش حيرضب حاجة زي كده رابع علامة معايا الوجبات السريعة أو الوجبات المعالجة الوجبات السريعة طبعا اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي الفاست فود اللي هي البورجر والبطاطس الحاجات اللي بتعمل بالمكان وفي نفس الوقت كمان الأكل الطبيعي بس اللي هو متسبك قوي اللي قاعد في النار كتير دايما الحاجات اللي ما بتكتر وزيد عن حدها يعني أنا مش بقول لكم تمنعوا طبعا الأكل ده تماما بس الناس اللي معتمدة على الفاست فود أغلب الوقت أو الناس اللي أكلها متسبك على طول ودايما يعني أغلب أكلهم بيبقى تقيل كده على المعدة دول بتبقى روحانيتهم منخفضة جدا والهالة بتاعتهم نزلة جدا لأن ببساطة إن الأكل بيبقى له طاقة ما هو طالع من الأرض وأي حاجة في الكون لها طاقة معينة وبتأثر علينا بشكل معين لعلمكم الأكل بيأثر بطريقة كبيرة جدا على روحانيتنا بس للأسف العلوم في الموضوع ده مندسرة أو ندرة فما فيش حد بيهتم بالموضوع ده لو جينا الأبسط مثال حنلاقي رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزبيحة تتدبح بطريقة معينة والنهاية ما تشوفش الآخرين من زميلها يعني من البهيم وما بيتدبحوا عشان ما يدخلش هرمون الخوف في لحمها وهرمون الخوف لما بيدخل في اللحمة بيأثر علينا إحنا بالتبعية ففيه حاجات كتير في الأكل إحنا بناتجاهلها وبالتالي بتسبب إلى انخفض الروحانية جامد فالحل حضرتك إن أنت تتوازن في أكلك تمام؟ وتحاول تقلل من الأكل المتسبك خلي أغلب أكلك يكون حي يعني مثلا زي السلطاء الفواكه خلي وقبة الغدى بس يكون فيها الأكل طبيعي وما بلاش يلوه يبقى متسبك قوي بلاش يبقى كل مرة فاستفود الضوضاء بقى دي العلامة اللي معنا الضوضاء دي سواء بقى في المكان اللي حواليك أو منك أنت شخصيا بتكسر الهلة جدا وبتخلي فيه تشوش على البصيرة رهيب وحتى لما أنت بتبقى عايز تعمل تأملات أو تيجي تنظف البصيرة بأي طريقة معينة تيجي الضوضاء تهدلك كل اللي أنت عملته ليه بقى؟ لأن معروف طبعا أن الروحانية بتحب الهدوء والتركيز والهالة كمان ما بتتبناش إلا وقت التأمل وقت التوازن السمعي والبصري والنفسي وكل حاجة فلو أنت مثلا عايش في منطقة فيها ضوضاء كتير الحل أن أنت تحط سماعات فيها أصوات مطر أصوات طبيعة عشان تعزل نفسك عن الضوضاء لو أنت بقى اللي بتعمل الضوضاء يستحسن يعني أن أنت تقلل الكلام تقلل الهايبر أكتف بتاعك وحاول قدر الإمكان أن أنت تلتزم الصمت وما تتكلمش إلا وقت الضرورة أنا عايزة أقول لكم فوايد الصمت رائعة جدا وفيه مدربين تنمية كتير بشرية اتكلموا عن أهمية الصيام بالصمت أولهم دكتور أحمد عمارة سواء بقى اختلفنا معاه أو اتفقنا معاه فمعروف أن الصيام الصمت ده له أصار رائعة على جذب الأهداف وتنظيف الهالة ورفع الروحانية العلامة اللي بعد كده معنا الأدوية الكيموية فيه ناس كتير تقولك إيه لأ أنا مش هعالج نفسي مثلا بالطريقة العادية أو حستسهل واخد مسكن دلوقتي لو مثلا حد يقدر ينزل السكر بتاعه ولسه في بداية مرض السكر وهو يقدر أنه هو يتخلى عنه ويقدر مثلا بشوية ماشي ورياضا أنه السكر ده يروح من جسمه خالص يقولك لأ أنا أخد برشام أسهل أخد حقا أسهل نفس الفكرة كمان في اللي بي تعاطو المخدرات طبعا دي مش محتاجة كلام ونفس الفكرة برضو في اللي بي تعاطو التدخين كل الحاجات دي بتكسر الهالة وبتقلل الروحانية بشكل واضح جدا وأي حد يقارن بين حالته قبل تعاطي الأدوية وبين حالته دلوقتي حيلاقي فرق كبير جدا في البصيرة وفي الروحانيات بتاعته حتى لو كانت روحانياته عادية بس هو هياخد باله إن فيه فرق فعلا على المستوى الروحي بتاعه علامة تانية مهمة جدا معانا إن أنت تقضي وقت كبير جدا جوه البيت أو العكس إن أنت تبقى طول النهار برا البيت بس المهم إن أنت في البداية بتبقى قاعد طول الوقت في البيت وتقول أصلا أنا ما بحبش الخروج أنا بايتوتي في الواقع يا جماعة إحنا كبشر ما تولدناش عشان نتحبس ما تولدناش عشان نبقى محرومين من الطبيعة الأم أنت لازم يعني تجبر نفسك إن أنت ما تبقاش طول الوقت قاعد في البيت لأ أنت لازم تجبر نفسك إن أنت تنزل إن شاء الله تتمشي حاولين البيت وترجع تتمشي في الشارع بتاعك وترجع لازم عينك وعقلك البطن ياخده على مناظر خارجية عشان بعد كده لما الروحانية عندك تتنشط يبقى عندها داتا أنت ندخلها في دماغك تعرف تستند عليها أمال هي الإشارات الكونية والرسائل والكلام اللي حيجي لك حيجي لك على أي أساس لو أنت مثلاً الرسالة كانت المفروض تجي لك على شكل يفطى في عربية معدية مثلاً أنت لو ما بتنزلش من البيت ما كنتش حتشوف الإشارة دي لو أنت مثلاً برضو ماشي في الشارع وسمعت اتنين بيتكلموا مع بعض وكان في كلامهم رسالة ليك لو أنت محبوس في البيت برضو مش هترقط الإشارة دي كتر القاعدة في البيت بيخليك ما تلقطش إشارات كتير جداً ونفس الكلام بالنسبة للناس اللي تقولك لأ أنا البيت بالنسبة لي لوكاندا أنا حفضل طول النهار برا دول أصلاً ما بيبقوش مركزين على الإشارات مهم دقياً دول بيبقوا مقضينها فسح وعلاقات اجتماعية وهزار وضحك ونادي وفرفشة وشغل ومش عارفة إيه فطبعاً هياخدوا بالهم من الإشارات إزاي فأنت أهم حاجة أن أنت يبقى عندك الموضوع 50-50 نص يومك في البيت والنص اليوم الثاني ببرا أو 3-4 يا سيدي في البيت والربع الثاني برا لكن ما فيش حاجة تضغع لحاجة وضروري جداً طبعاً لو أنت في البلد بتاعتك في بحيرات أنهار أشجار حاول دايماً أن أنت تتمشى في الأماكن دي لأن دي بتحدث وبتزود قدراتنا السحرية الروحانية آخر علامة معانا الناس اللي هم مش في المستواك أو الناس اللي هي معتقدتها مختلفة معاك مش قصدي المستوى الاجتماعي طبعاً أنا قصدي المعتقدات نفسها أنا عايزة أقول لكم أنه الشخص لما بيكون الداخل مسلاً سكة الروحانيات والطاقة وبدأ يقرب بقى من ربنا كويس جداً وبدأت تظهر له بعض الكشفات والفتوحات ويتعامل مع ناس كلها مهم أنهما يقولوله أن الحاجات دي خزعبلات وخرافات الناس دي بتكسر الهلة برضو الناس دي بتقسر على روحانيتك وبتخليك ترجع تاني الوراء فأنت حاول قدر الإمكان طالما أنت عارف الناس اللي حواليك دي مش مؤمنة بالكلام بتاعك ولا مؤمنة بالسكة اللي أنت داخل فيها ما تتكلمش معاه ما تفتحش معاه المواضيع دايماً صاحب وتكلم مع الناس اللي شبهك كل ما تكلم ناس شبهك في نفس المعتقدات بتاعتك أو نفس تفكيرك على فكرة روحانيتك بترتفع جداً كل ما تفتح فيديوهات لناس شبهك في التفكير وبيعملوا نفس الحاجات اللي أنت بتعملها برضو الهالة عندك بتقوى أكتر وبتزداد أكتر فأنا بشجعك فعلاً أن أنت تلاقي الناس اللي زيك سواء بقى على النات أو في الحقيقة المهم تبعد تماماً في الكلام عن الناس اللي هي مخلفة لرأيك ما لقيش بقى حد يقول لي أصلاً كنت قاعدة بتفرج على حلقة من حلقات الروحانيات وجات ماما طبت علي وقاتي اللي بتتفرج عليه ده وقفرت لي الكمبيوتر ومش عارف إيه ما فيش داعي أصلاً تقول لهم أنت بتعملوا إيه طالما أنت مقتنع أن الطريق بتاعك صح وشايف أنه بيديك فوايد وثمار فما فيش داعي أن أنت تفضح الأمور دي للناس اللي هي مش مؤمنة بكلامك داري على شمعتك عشان تقيد وبكده أنا الحمد لله خلصت الحلقة لو عجبتكم ما تنسوش اللايك حلوين وبالنسبة للزوار الجدد لو عجبكم محتوى القناة وحبيتوا تشرفوني بأروحكم الجميلة ما تنسوش زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد سلام عليكم